الفازلين والملح اقوى حاجة هتفتح الغمقان والسواد اللي في منطقة الاندر أرم ومنطقة البكيني هيوحد اللون مش هيخلي في سواد ولا غمقان كمان هيخلي البشرة نظيفة جدا من افضل الحاجات اللي هتشيل كل التسبوغات اللي في اندر أرمو والبكيني هتخلى البشرة وبيضة زي الاشتر هتوحد لون بشرتك هيخلي بشرتك مفهاش اي روايح كريهة من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدمها للاماكن الحساسة افضل وصفة او احلى وصفة ممكن تتخدمها في حياتك. هتفتح برشتك مية وتمانين درجة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعله الجرس عشان كلك زيديو وصليك مني اول باول صلي على النبي في الكومنتات وقولي اللي بتتبعاني من اي بلد وشير الفيديو لصحابك علشان نستفده زيك. حط في الطبق ده معلقتين صغيرين من الملح. تمام? الملح يا بنات من الحاجات اللي بتشيل البكتريا وبتنظف الجسم وكمان بتشيل كل الغمقان والسواد وبتخل البشرة نعمة جدا لانها بتشيل كل الجلد الميت وبتفتح البشرة جدا. تمام? فانا خدت هنا معلقة ونص او معلقتين بالكتير صغيرين. وهضيف عليها هنا حوالي معلقة صغيرة جدا من الشابة. تمام? الشابة هي بتبقى عاملة زي كده. اهي. احجار. تمام? انت بتتحانيها في البيت زي اللي طحناها على فكرة ممكن تدقيها. آآ بالهون. فهو سهل جدا انه يتحن معاك. لو انت مش عارفة تتحانيه او مش عارفة تجيبيه صحيحة دي مطحون من العطار جاهز. تمام? الشابة من الحاجات القوية جدا في تفتيح الابتين او المكان الاندر ارم او البكيني. كمان من الحاجات اللي بتمنع اي روايح كريهة. بتخليل المنطقة دي رحتها حلوة جدا جدا. وكمان من الحاجات الجميلة قوي اللي بتبيضها وتخليها ملمسها حلوة جدا. تمام كده? انحطيت معلقة صغيرة كمان من الشابة. وهضيف عليها معلقة صغيرة جدا من اي نوع شاورجل عندك. اللي هو سائل الاستحمام. هياخد كده حوالي معلقة. من سائل الاستحمام او الشاورجل. تمام? وهبدأ ان انا نقلبهم بقى كويس قوي. الملح مع الشابة. بصوا قوامها. هضيف كمان عليها معلقة صغيرة جدا من مية الورد. تمام كده? وهبدأ بقى قدمينه. تمام? وهضيف عليها معلقة صغيرة من النشا. النشا من الحاجات الحلوة اللي بتفتح منطقة الاندر ار ومنطقة البكيني. بتوحد اللون. بتخلي ملمسها حلو جدا لانها عاملة زي بورد. لانها عاملة زي بودرة التلك كده. بوردرة التلك. عاملة زي بوردرة التلك. فهي بحلوة جدا. حد اقلبهم كويس لحد اما يتحولوا معي. كريمة كده. تمام. اهو. بصوا. بقت عاملة ازاي? لونها ورحتها تحفة. هركن بقى دي كده على جن. وهجيب معايا طبق تاني. هضيف هنا. معلقة صغيرة جدا من الفزلين. اي نوع فزلين. يعني ممكن. انا ده عشان عندي قبل المقاطعة تمام? فانت اي نوع فزلين. ممكن تجيبي فزلين سايب زي كده. من العطار. بس تقول له عايزة خام. اهو. تمام? قل له انا عايزة فزلين يكون خام. وبجيبي سايب عادي جدا يعني. مش شرط يكون مركة معينة. وهاخد منه معلقة صغيرة. بالشكل ده. تمام? وهضيف عليها حوالي ربع معلقة صغيرة او نصف معلقة صغيرة من زيت الزتون. زيت الزتون. طبعا ده المرتب او الكريم اللي احنا هنعمله بعد المسك فانا لازم تكون مجاهزة برضو عشان بعد ما تعمل المسك على طول تبقي تستخدميه على طول لانه من الحاجات القوية اللي بترتب الجسم. فهبدأ بقى اسيح كده الفزلين معي في معلقة الزيت الصغيرة اللي احنا حطناها. اخلي كده الفزلين يشرب الزيت كله. تمام كده بصو. شايفين? الفزلين شرب الزيت كله. تمام كده? هضيف كمان معي حاجة بسيطة جدا من زيت الورد. وزيت الورد انا قلت لكم قبل كده بتجيبين من العطار وقول له عايزة زيت الورد يكون خام. زيت الورد من افضل واقوى الحاجات اللي بتفتح البقع والتسبقات والكلف. بتخلي المنطقة بتاعة الاندر ارمو منطقة البكيني راحتها خطيرة. بتحس كده راحتها مفحفحة بجده هلوة قوي. وهضيف كمان معي حاجة بسيطة جدا من بدرة الاطفال. اي نوع بدرة اطفال. طبعا بتادي ريحة تحفة. ناخد كده بس حاجة بسيطة تمام? مش كتير. بس بحتها الحاجة البسيطة دي. امر. بصوا بقا. ادمجي كل اللي احنا عملناه ده. بص مش هتلاقي سواد تاني في خالص في منطقة البكيني او الاندر ارمو. مش الوصفة دي بتجرى بيها. عمرك ما هتشوف يا مقان ولا سواد تاني. استمر عليها هتلاقي منطقة الاندر ارمو منطقة البكيني بيضة زي الاشتاء. هنا خلاص انا هبدأ بس اضيف عليها حاجة بسيطة جدا جدا. من اي نوع كريم مرتب عندي. كريم مرتب. حاجة بسيطة. عمرك شفتي بقى ترتيب قوي زي ما انت شايفة كده. ده اقوى ترتيب بجد حلوة قوي قوي للجسم وللمناطق الحساسة. بصوا. عمرك انت شفت بجد امر زي كده. بصوا جمالها. ده كفية رحيتها. رحيتها كلها وارج. بقوامها كمان يعني بصوا بحاول اوارجه بقوامها. اللي هو ايه? حلوة قوي. متماسك كده اللي هو تحطيه على الجسم يفضل كده ثابت. تمام كده? تعالوا بقى نجربه. بصوا الامر ده. بصوا بقى ده. بحط في المناطق الحساسة. منطقة الاندر ارم ومنطقة البكيني. وبدعك كويس جدا. وقت الشور. تمام? ودعك منطقة الاندر ارم منطقة البكيني كويس جدا. بالشكل ده. وقت الشور. لمدة عشر دقايق. ادعكي جسمي كله بي. بصوا هتشوفوا ريحة جميلة. بياض حلاوة. بصوا كل حاجة امر. بصوا. عشر دقايق تدهيني كده. وتفضل تعملي حركات دقيرية. لحد عشر دقايق وبعد يجا تخسلي كويس جدا. بعدها على طول بقى بحط الميل كريم الامر ده. بصوا. بصوا. خفيف جدا جدا وفي نفس الوقت ثابت. بصوا. ملوش اي اثر. غير لمعة خطيرة. بصوا الجمال. بصوا بقى الفرق من هنا. لمعة. شايفين? ودي ما فاش اي حاجة. غير الريحة. غير المجد النعومة. غير النضارة. غير كل حاجة ممكن تشوفيها بعد المسكين الامر اللي احنا عملناهم دول. اعملوهم وجربوهم وكتبوا لي كومنتوا قولي رأيكم فيهم بعد ما تجربوهم والنتيجة كانت ايه معاكم? لايك شير سبسكرايب فعلوا الجرس عشان كل جديو يصلك مني اول باول شار الفيديو لصحابك علشان اشتركوا في القناة. باي باي